دلوقتي خلينا نسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع ليندا تصدر يالين شكرا منا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية تطلعات المشروع للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها وخلال استقبالي رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة والذين يتواجدون في مصر المشاركة في تأسيس التحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية أكد الرئيس السيسي أن الدولة طالما كانت خريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسقه الدولة من خلال ممارسات فعلية واقعية في جميع مناحي الحياة في مصر وخلال استقبله رؤساء الكنائس المشاركين في الجماعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط قال رئيس السيسي أن الأخوة المساحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من ناسيج المجتمع العربي بأسره وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رؤساء الكنائس أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء رئيس السيسي هذا وقد استعرض الرئيس السيسي ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المساحية الآثارية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المساحي المصري أكد النائب العام المستشار حماد الصاوي حرص نيابة العامة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات ذات الصلة مع نيابة العامة الأرمينية وخلال استقباله نظيره الأرميني والوفد المرافق له رحب النائب العام بزيارتهم للنصر وبتوطيد علاقات نيابتين ومن جانبه أعرب النائب العام الأرمينية عن شكره لدعوة النائب العام المصرية مؤكدا له وحرصه على تبادل الخبرات مع نيابة العامة المصرية وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة للتفاهم فيما بين نيابتين لتقوية وتطوير العلاقات في الأمور ذات المصلحة المتبادلة بينهما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينك نظيره اليمني أنه من المهم ضمان حرية الحركة في المناطق المتنازع عليها في اليمن في ظل آمال بأن الهدنة التي تم التوصل لها بوساطة الأمم المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم في البلاد وفي بيان الخارجية الأمريكية شدد بلينكين على وجه الخصوص على أهمية ضمان حرية الحركة للأفراد والسلع عبر المناطق المتنازع عليها مثل مدينة تعز حضت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاس خارت الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمر به مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر محذرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية وفي تصريحات صحفية عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق قالت المسؤولة الأممية أنها دائما ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور موضحة أنه حان الوقت لأحداث تغيير والارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى أعلنت ثنلندا وسويد أنهما ستقدمان بشكل مشترك طلبا للنيتو للحصول على عضوية الحلف جاء ذلك بعدما منح البرلمان الفنلندي الضوء الأغضل لبلاده إذ صوت لصالح الانضمام إلى الحلف الأطلنطي بغلبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال البلدين طلبين الانضمام في وقت متزامن إلى مقر الحلف في بوركسل نهاية موجزة ثمنة نعود الاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل